لكن إذا حضرت لصلاة الجماعة سواء كان في الحرم أو في المساجد أو في مصلى العيد أو مصلى الاستسقاء ونحو ذلك فلتخرج تفلة بمعنى أنها غير لابسة للزينة وغير متطيبة صلاة الجماعة للمرأة المرأة ليس عليها صلاة الجماعة والأفضل أن تصلي في بيتها لأنه أستر لها ورسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن لا تمنع يعني الرجل إذا قالت مرأته سأحذر صلاة الجماعة لا يمنعها لكن بيتها أفضل لها لأنه أستر وأبعد عن رجال الأجانب وأبعد عن الاختلاط وأبعد أن تفتن أو تفتتن لكن إذا حذرت لصلاة الجماعة سواء كان في الحرم أو في المساجد أو في مصلى العيد أو مصلى الاستسقاء ونحو ذلك فلتخرج تفلة بمعنى أنها غير لابسة للزينة وغير متطيبة ورسول صلى الله عليه وسلم يقول أنها إذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشيطان وخصوصا إذا كان فيها رائحة الطيب ونحو ذلك هذه تفتن وتفتن أيضا فتخرج تفلة يعني لا تلبس لباس الزينة وما يلفت نظر الرجال وحتى لو كانت كاشفة لوجهها على رأي بعض العلماء الذين يجيزون كشف الوجه أنه ليس بعورة وإلا فإن بعض العلماء وهم أسعدوا بالدليل أنهم يقولون بوجوب تغطية الوجه فإنها أيضا لا تضع أدوات الزينة على وجهها لا مكياج ولا حمرى ولا غيرها لأن الوجه هو مجمع المحاسن في المرأة هو مجمع المحاسن في المرأة فلا يجوز لها أن تضع المكياج وتأتي تصلي في المسجد أو في الأسواق وتفتن الرجال وتفتتن بهم فإذا خرجت هي تريد طاعة الله سبحانه وتعالى تريد العبادة تريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة جماعة سواء الفروض أو صلاة الترويح في رمضان وعلى ذلك فيجب أنها تخرج تفلة وتخرج غير متطيبة وتخرج غير متزينة في وجهها